أنا منعجي أجيش لجيوش والغاية منعتها أبطي قطعة مميزة خلا أبطيك عبصة مثال نعم شخص ناصر يكتلت عبصة شخص موجود هنا مريض هذا مرة تطعبين الله ما تتجاوز على المسؤولين تتجاوز على هذه يعني هل هذا أنا أبطي قطعة سعرها 750 مليون وأنا بعد سنتين خدمت الدولة و 45 سنة شبر ما عندي يذبوني بك عسي المكان هذي اللي يدافعون على أرض الوطن الشرطة والجيش يعني تقصد فتحوا باب الابتزاز من قام ينطلوا فلان يسدون حلقة وفلان يسدون حلقة نفتح الباب باب الابتزاز ما أجان الابتزاز أنا من الخارج هو المشؤول أن تفتح باب الابتزاز طيب أريد موضوع أجان البرحة بالليل طبعا نشره أكثر الشباب المتظاهرين متظاهرين تشرين على شخص يدعى علي الفريجي خلنشوف صورته سيد قاله أغتيل قربة جسر طلعونا صورة الشاب سيد عندك معلومات عنه السؤال العزيز طبعا أنا لحد اليوم حدت قيارات الشرطة الزيقار ومدير أعنام القيادة لفهاته لا يوجد أي شخص تم اختياره في محاول الزيقار تعرف أنت لو أكو شخص تم اختياره في محاول الزيقار وخاصة لو كان متظاهر وناشط حسنان صبير مع مستقبة تلقى الشوارع كده مقطوعة أكون ناس معتمدين نزلوا الخبر وصورة الشخص ويترحمون عليه أعرفهم معروفة فعلا ولكن لا يوجد أي صحة لهذا الخبر وواقع المتظاهرين ذهبوا إلى مستشفى العام التركي من أجل التحقف من سلامة الكلام من نشف لم يجدوا أي صحة لهذا الكلام كيف تم اختياره ليش احنا وين مموجودين بالناصرية أنا قريب على مركز المحافظة بعد عشرة يمجس للحضارات يجي الخبر يقولون يمجس للحضارات الحضارات ينبيك سياد الأستاذ ينبيك مباشرة تنجس للحضارات يعني وين نحن قلت لك لو فعلا لأكوه هيك أمر للأجهزة الأمنية الضمى ولا نحن نضم لأن نحن دورنا كناشطين في حقوق المساعد نحن نحن وراح نطارف من الأجهزة الأمنية تكشف عملية اغتياله ولكن لحد الآن لا يوجد شيء على الطلوان أنا أشكرك على هذا المعلومة بس أردقوك